سيء ابطال نكمل المعادن نعتبر الفيديو الاول ما المعادن محاضرة ثالثة هاي محاضرة رابعة قلنا الكاليسيوم طبعا الكاليسيوم باشياء جدا مهمة الكاليسيوم هو اسنشيال اساسي لما يأتي اول شي فورميشن تكوين البون العظام والتيث هاي نقطة باعتباره كاليسيوم مصل كونتركشن تقلص العضلات كونتركشن تقلص مصل العضلات اه هاي مان علاقة بيها البلد كلوتينج وعاية اهم شغلة تدري الخطرة اللي اللي بدمك كلها وبجسمك وهاي الهوسة كلا تبده من الكاليسيوم يحاول الفيبرونوجين الى فايبرين وبعدين اعتقد هي الشي يعفل البرو ثرومبين الى ثرومبين وبعدين الفيبرونوجين الى ثرومبين وبعدين سير الخطرة فهاي كلش مهمة هاي النقطة كلش مهمة عشر رياحة والنورمال هيرت ما نعلاقه بها المهم تكوين تكوين العظام والاسنان والبلود كلوت الان اهم نقطين تقريبا هزا كالسيوم ابزوربشن شلون يتم امتصاص كالسيوم غلك الكالسيوم ابزورش فين از لارجلي بشكل كبير افروم من الجي جينيوم الاثنية عشري هاي نقطة تمام والابزوربتيف بروسيز عملية الامتصاص ابزورفت بامتصاص بروسيز عملية شلون نصير اكتف ترانسبورد اسمها النقل النشط هاي العملية اكتف ترانسبورد اسمها النقل النشط وهاي مهمة جدا هاي ثاني معلومة ثالث معلومة الفايتيت او الفايتك اسد هذا شنو الفايتك اسد هذا بنت يرتبط بالكالسيوم تفورم حتى يشكل انسولبل سالت انسولبل غير ذائبة سالت املاح املاح غير ذائبة وذ ان داخل الامعاء الانتستاينر اندرديوز ويقلل الكالسيوم ابزوربشن 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 امتصاص امتصاص كالسيوم اذا الفايت 8 هو شيء بمضرة علينا راح يرتبط بالكالسيوم يحاولي الى املاح غير ذائبة يقلل امتصاص بالمعد العفو بالامعة فهي الشغلة مو مهمة العفو مو حلوة تمام خوش زين الكالسيوم شو نسيطر عليه يقول لك اذا كالسيوم الكالسيوم انذا بلد بالدم ينظم بايتو هرمون بواسطة هرمونات 2 وذين نجاياتك مليون مليون بالمية اللي هنه هرمون الباراثايرويد اللي هو جارة درقية اللي بصف الدرقية الغدة اللي بصف الدرقية نسميها باراثايرويد والكالسيطونين بينقوسيا فيتامين فيت دي هذا الكالسيطونين الاسم الثاني اللي فيتامين دي وهو اللي اللي يخلي الجسم يمتصق كالسيوم يعني اذا ماكو فيتامين دي ما امتصق جسم الكالسيوم وطرحه عن طريق الخروج والاضرار وما استفادي انا منه وجسمنا صار ضعيف ذلك يقول لك سوا وفحص فيتامين هو فيتامين شو يعني فيتامين شو أحتاجه لأنه يمتصل الكاليسيوم إلا أنا ما محتاجه أصلا بس لعيون الكاليسيوم فذني الهرمونات الثانية هن مهمات جدا جدا لتنظيم الكاليسيوم الهايبر كاليسيم ارتفاع الكاليسيوم ارتفاع الكاليسيوم له كوزز أسباب الهايبر باراثايرويدزم يصير بيها ارتفاع too much calcium intake تناول too much الكثير من الكاليسيوم فيرتفع too much الكثير من الفيتامين D واللي قلنا هو يمتصق كاليسيوم ذلك راح يخف عن الكاليسيوم cancer, سرطانات bone disorder والطرابات العظم هس الhaipocalysemia انخفاض الكاليسيوم نقل لك result not from problem مشاكل بالباراثايرويد بغدة جارة درقية نفس أهمة خوش وخلص هس المغنسيوم الفاشل اللي ما بيشي المغنسيوم طبعا هذا كله يحذف نجي الهنان ارتفاع المغنسيوم يقل لك الهايبر مغنسيوم قد يسبب اذا ارتفاع المغنسيوم شيصير بجسمي اول شي مصل وكنس ضعف ضعف بالعضلات لو انخفاض بالبلد ابرشر ابرشر ضغط الدم امبير ضعف بالبريذنج بالتنفس ذني يسويه الارتفاع المغنسيوم معايشي خوش بعدش عندنا الهايبو مغنسيوم خفاض المغنسيوم الاسباب كونصم استهلاك كبيرة كمية من الكحول هاي نقطة بروتريكيتي ديارية تمام تمام و الهاي لوفل اف الدوستيرون ارتفاع الدوستيرون ايضا قليلة من المغنسيوم والفازوبريجين تمام اللي هو الهرمون المدرر والثايرويد هرمون تمام ذن ثلاثة هن اللي يسببن احد اسباب انخفاض المغنسيوم لازم تحفظهم والدرايك ما عشوفها مهمة والبريستفيد الاطعام يعني حليب الصدر ان المرأة تطعن طفلها من حليب الصدر نسميه بريستفيد بريست صدر فيت غذاء خوش غذاء الصدر هسه الكلور شوف الكلور انا قلقوا راح تفكرها تدري ليش اي شي سلفنا عالصوديوم نفسي تعالكلور لان الصوديوم والكلور اصدقاء N-A تذكر لو لا بالكيميا N-A-C-L كلوريد الصوديوم N-A-C-L هذا صوديوم هذا كلور اي شي مثلا الادسون ديزيز اللي يمساعب انخفاض الصوديوم نفسية راح نرقاها بنخفاض الكلور الكاشنك سايندرومة بارتفاع الصوديوم راح نرقاها بارتفاع الكلور واضح يعني الصوديوم والكلور اخوات تمام فراح نروح مباشرة المن هنانا ايش عدنا عدنا يقل لك ترى الكلور هو مهم على تكوين الكلورايد أسد حامض الكلوريد اوكي المن وين بالجويس قاستريك بالعصارة المعاوية جويس عصارة قاستريك معاوية اذن هو هاي اهميته مهم على تكوين الحموظة بالعصارة المعاوية هاي نقطة اوكي هسه الهايبر كولوريمية ارتفاع الكلور سين نراها ان ده هيدريشن الجفاف نفس الصوديوم صوديوم لقناه بالجفاف ملح هو انا ايسي الملح الطعام خوش فارتفاع الكلور راح يسوينا جفاف هاي واحد نشوفه بالجفاف واحدة راح ارتفع الملح ويقل الماء خوش ونشوفه بالكيشن سيندرومة اللي هي نفسيتها بارتفاع الصوديوم هاي جدا مهمة خوش ونشوفه بالاسدوزز الحامضية مال الكلة خاف يجيب لك الصوديوم ويقل لك بالحامضية مال الكلة صحيح لان قلنا عايشي بالكلور انطبقى على الصوديوم نفسي تحتل وما كاتبه بالصوديوم لان هو راح يحاججك يقل لك انا عدك معلومة مفروض ان الصوديوم والكلور اخوها خوش تمام هسه الهايبو اكيد اديسون ديزيز هذا اللي هو بنخفاض الصوديوم ايضا تمام الادسون ديزيز خوش والسويتينج التعرض ماكو مشكلة اقراها خوش هنانا عدنا الكلورايد كنر القنوات الكلوريدية او قنوات الكلور شوف من الاخير عدنا هذا المرض السي اف تي ار هذا السي اف تي ار اللي هو التليف الكي سي سيستيك فايبروزيز هذا منين جاي جاي من طفرة نقطية بوينت ميوتايشن ميوتايشن طفرة بوينت نقطية وين هاي يصير الطفرة بجين جين اسمه سي اف تي ار ليش اترجم لك واسوا عليك على هوسة بارش يجيك بالامتحان يجيلك السيستيك فايبروزيز شنو اتقلها طفرة نقطية ما قال لك شنو قال لك بيا جين اتقلها بجين السي اف تي ار تمام هذا خلاص شي سوي لنا رزولت ينتج ديفكتف من عيب هاي جايتنا منين عيب ديفكتف انذا كلورايد ترانسبورت نقل الكلور اذا بسبب انه ما نقدر نقل الكلور رح يصير عندنا بسبب هذا الجين ورح يسبب لنا طفرة نقطية وسبب لنا تليف كي سي واضح تمام هسة المنغنيز المنغنيز انا ودلي اطيب تهزة عالمية موجود بالانوية وموجود بالحامض النووي وموجود بكل الانزيمات تمام هو رول دور بلي يلعب يلعب دور بالاوكسيديت الفاتي اسيد المعرف شنو تمام وما بي اي اهمية تريد لك اهمية من عنده ماكو خوش فهذا شا سوي لك الخاطري تمام الخاطري خوش شا سوي لك السوي لك اها هذا المنغني اوكي سوي لها خوش تجي للزنك الزنك مهم اول شي هو طبيعة انفوتيرية هاي نقطة والفنكشن الوظيفة مال الزنك شبيهة بالخلايا بالسيل وتشوي الانزيم تعتمد على هذا الميتالوبروتينيز هذا الانزيم اذن باشر قل لك وظيفة الزنك علي من تعتمد تقل لك على هذا الانزيم هاي نقطة والزنك لفل مستوى مستوى الزنك ينخفض بالحمل ايضا هاي معلومة لخ تمام بعدش عدنا عدنا شن الوظيفة مال الزنك الاعتيادية يقلك هو اساسي تكوين النطف والماتوريشن والنضج تمام والقروذ والنمو والتطور تمام هسا الفلور الفلور مبدعيا انا ما عندي شي بالفلور مبدعيا بس اذا تلقي طبعا هو كوز يسبب الفلورزز تسمم الفلور تمام اللي هو يصير بالبون بالعظام والتيث اسنع بس الفلور يسبب انه تسوس يسبب انه ضعف بالعظام والاسنع واضح هاي هنا هو يقلك الفلور بلاي يلعب مهم دور دور مهم وين بهارد بقوة تشوب بدي البون العظام تيث اسنان اي سؤال يجيب على الفلور لازم بيعظم وستنع ما بيها مجال وبس تلقي عظم وستن تختار وكفى الله عالم يشهر القتال عش بريل ريت سنقل معرف شنو هنان الفلور اذا صعد اذا صعد فوق ثمانية بي بي ام درينكين ووتر دائلي فور مني اذا صعد الفلور الفلور يعني زاد فوق الثمانية بي بي ام راح يسوي انه تسمم وين شوف ليد يؤدي الاسكليتل عظمي ودنتل اسنان تسمم الفلور بالعظام والاسنان اذا صعد فوق الثمانية بي بي ام طبعا بي بي ام باعتبار هو غاس فهذا ضغط خوش الكوبر النحاس النحاس شو به يقلك فوق التسعين بالمية من البلازمة كوبر من النحاس اللي موجود بالبلازمة او بالدم ازقست شويتد مرتبط مع السيرولو وبلازمين مع هذا الانزيم كل شو مهم سيرولو وبلازمين واضح خوش زيان هس يش عندنا بعد الساين بتومز الاعراق مال من مال الكوبر ديفسنشي ديفسنشي نقص نقص الكوبر هايبو كرومك أنيمية الانيمية او نقص الصبغة يعني الدم يصير بنقص صبغة صير بنقص هيمو جلوبين فهايبو انخفاض كرومك صبغة انيمية فقر الدم ابو نقص الصبغة نتروبينية قلة الكريات العدلة قلة التصبيغ بالهاير بالشعر وبالسكن تمام هاي خلص هذا انخفاض النحاس هس الحديد الحديد طبعا يقلك الحديد الارون هو أساسي محتوى محتوى أساسي وين بالهيمو جلوبين هذا واحد وبسيرتين انزيم سيرتين يعني بعض انزيم انزيمات او معينة او انزيمات معينة يا هاي الانزيمات اللي تطينا حديد السايتوكروم اوكسيديز الكتاليزر بيروكسيديز ذا النتلافة بيرفورم يؤدي الحديد يؤدي مهمة وظائف وظيفتين مهمتين ترانسبورت نقل الاكسيجين ويسوي جزء يعني يأخذ جزء من تفاعلات يعني يحصل جزء من تفاعلات الاكسيديز او الاقتزال تمام هذا شغلة زيان الامتصاص شون يتم امتصاص الحديد الغذاء نأخذ الارون الحديد بشكل اساسي بهذا الشكل شكل الفيرك اذا من الاكل من اكل حديد راح يدخل الجسم من الغذاء بهذا الشكل افي موجب 3 تمام شنسوي له نسوي له اختزال او تقليل الى هذا الفيرس اللي هو افي موجب 2 الامتصاص اذا احنا حولناها حتى الامتصا براحتنا هاي نقطة الترانسبورت النقل الارون الحديد ترانسبورت ينقل انذب لازمة يعني داخل الدم على شكل في ركفورم على هذا الشكل في ركفورم خوش زيان وحده يفتر بالدم لا هذا نحفظ الفيرس موش الذي رمين يبقى يعني مرتبط مع البيتا اقلوبي يعني الحديد على شكل في ركفورم يفتر بالدم مع البيتا اقلوبي تمام خوش وهذا خلصت خلصت المحاضرة مال المعاد لكل هاي